كشفت صحيفة واصري جيرنل الأمريكية عن خطة إسرائيلية لما بعد حرب غزة تقضي بإنشاء جزر جغرافية أو ما سمي بفقاعات يعيش فيها مؤقتا الفلسطينيون غير المرتبطين بحركة حماس في حين يقوم الجيش الإسرائيلي بمحاربة ما تبقى من مسلحين أضافت الصحيفة أن أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يدعمون خطة أخرى تسعى إلى تقسيم غزة إلى ممرين مع محيط محصن يسمح للجيش الإسرائيلي بشن غرات عندما يرى ذلك ضروريا نقلت الصحيفة عما وصفتهم بالمطلعين أن خطة نتنياهو تهدف إلى العمل مع الفلسطينيين المحليين الذين لا ينتمون إلى حماس لإقامة مناطق معزولة في شمال غزة على أن يقوم الفلسطينيون في المناطق التي خرجت عن سيطرة حماس بتوزيع المساعدات والقيام بواجبات مدنية كما ذكرت الصحيفة أن حكومات عربية أعربت عن استعدادها للعب دور أكبر في هذا الإطار في التمويل والأمن بشرط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة والتزام إسرائيل بحل الدولتين ترجمة نانسي قنقر